طيب قواري بالنجا بقى لما اجي انا فتنة الدين وده كده معلش سامحوني واحفظوا معي لانه لما نسمع حتى يعني مجرد كلام مختصر عن صورة الكهف ما تيجي تقرأها النهاردة هتلاقيها جميلة وهتفتكر الكلام اللي انا قلتلكو عليه فتنة الدين اربع حاجات للنجاة من فتنة الدين بتوع اهل الكهف دول الفتية دول عملوا ايه هجروا البيئة الفاسدة سيب سيب الارض اللي حصل عليها فساد والشرك وحصل سيب الارض اللي قاتل تسعة وتسعين نفسه وجي الراحل قال له لا يا توب قال له مالوش ام جاء قتله وراح لراجل عالم قال له سيب الارض دي وراح لو عبد ربنا في ارض تانية يبقى هجر البيئة الفاسدة ايه الدليل واذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا الى الكهف يا رب جعلنا كهف نقول لي يا رب في قلوبنا قولوا امين فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته الله انا هكلمك على اسم الرحمن النهاردة ينشر لكم بس يا رب ما نساش ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم رشدا اللهم هديني وسددني ورشدني يا رب دايما الدعود الرسول على السلام سيدنا عليه يقول اللهم وفقني وديني اللهم سددني ورشد اللهم وفقني وسددني ورشد رشد في الامر رشد الامر يبقى اول حاجة انهم هجروا البيئة الفسدة رقم لو انت عايز ربنا ينجيك من فتنة الدين ما تقعدش في مكان في فسد ما تقعدش في بيئة كلها كفر وكلها ولا تعينك ولا تعينك على الصلاة ولا تعينك على كذا ادعي ادعي دايما بحاجة زي كده طيب رقم اتنين عملوا ايه اللجوء الى الله اهل الكهف عمد لجوء اقول لربنا يا رب دعوا ربنا سبحانه وتعالى فربنا اوحى الي روحوا الكهف اللجوء ربنا بايه كثرة الزكر كثرة الزكر تقربك لربنا سبحانه وتعالى كثرة الزكر تلاقي القلب كثرة الزكر تخليك دايما يا ربنا عايزك وعايز طريقك اه الدليل وكل عسى واسكر ربك اذا نسيت اهو وكل عسى ايا عسى في القرآن للتحقيق يعني نعم عسى اياها دينا بالاقرب من ذلك ايه اه شهدها اللهم اجعلنا منهم تالت حاجة عملوا جابوا صحبة كلهم مع بعض اهل الكافرحوا كلهم مع بعض وجابوا صحبة مع بعضهم صحبة الصلحة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ايه يريدون ولا تعضوا ايناك عينهم تريدوا زينة الحياة الدنيا جميل ولا تتبع ايه عدم اتباع الهوى ولا تطع من اغفلنا قلبه وعن ذكرنا واتبع هواه اوع وكان امره فرض اللي بيتبع هواه اللي بيحصل اللي بيتبع هواه سقط من اتبع الهوى هواه يعني سقط اللي بيتبع الهوى ايه يسقط ولو تطع من اغفلنا قلبه وان ذكرنا واتبعه هواه طب اينا جابا يبقى دول الاربع حاجات من النجاة من فتنة الدين طيب اينا جابا من فتنة المال اول حاجة فتنة المال اللي هي صاحب الجنتان قاعد ينصحه صاحبه وقوله عكون فاكر كده ده ربنا ممكن يبدلها لك وتصبح صعيدا او يصبح ماء وغورة خلوا بالكم من الكلام ده مهم جدا يبقى ان زي ربنا ينجيني او قوارب النجاة في فتنة المال افهم حياة الدنيا واضرب لهم مثلا لحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء يا فاصبح 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 هاشي ما تضرو وكان الله على كل شيء سرعا انقضاء الدنيا بتمشي بسرعة عدت بسرعة عدت مهما عشت فين الناس اللي موجودة من مئة سنة ماتوا فين اللي موجودين من تسعين سنة ماتوا فين انت دلوقتي كنت ايه ولم يكن شيئا مذكور انت اصلا ما كنتش موجود فصرعت افهم حقيقة الدنيا لعاعة لعاعة طيب شوفوا كده صورة الانبياء صورة الانبياء بيقولي اقترب للناس ايه حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلات المعرض طب هم في غفلات الناس اقترب الحساب هم وعيين والله ما هم وعيين معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوهم ايه نشطين وبيذكروا طوطائي يلعبون طب بقلوبهم حدا لا هي تم قلوبهم ده كارسة ده كارسة لا هي تم قلوبهم كل الكلام ده وهم خلاص اوه واصر قالوا اضغص احلام في الاخر يعني لا عايز اقول لكم ان النجاح من فتنة الدنيا من فتنة الدنيا ان انت تذكر الاخرة زي ما احنا قاعدين دلوقتي بنذكر لنا ده الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها جلسة ذكر اللهم امين ويكتبها لنا ونخلص على الشروق ونقوم نصلي الرقعتين والضحى فحجة وعمرة تامة 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 مع النبع السلام اللهم امين النجاح من فتنة الدنيا انك تذكر الاخرة ايد ده ليه ويوم ما نسير الجبال ايه وترى الارض هاملة وترى الارض بارزة فلم نغادر منه ايه احدا ولقد جئتمونا فراضة ينهر كل واحد يقف قدام ربنا فراضة وقالوا يا ويلة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصى انتو عارفين صغيرة وكبيرة الفضيل اللي عدنا عدنا بيقول ضج الناس بذكر الصغيرة قبل الكبيرة ضج الناس بذلك انه ذكروا الحاجات الصغيرة ذكر كل حاجة هفواتك وغفلاتك وكلامك وعدم كلامك وحتى مجرد انك بتحرك ايدك في الرمل كده زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا لسيدنا عمر طيب ثالث حاجة قوارب النجاح من فتنة العلم اول حاجة للعلم تغيام انا قلتلكم لكن بالتربية والتسكية يأتي العلم ثمرته يا جماعة طيب اول حاجة تواضع شوف سيدنا موسى قاله هل اتبعك على ان تعلمك مع انه رسول ومنقول العزم من الرسل ولكن قاله هل اتبعك شفتوا الادب شفتوا التواضع بسوا كمان ولا تؤاخذني هل تؤاخذني اذا ولا ترهقني بالراحة علي ادب التعلم التواضع مع انه رأتلكم رسول تاني حاجة همية طلب العلم يعني شوفوا سيدنا موسى فضل قد ايه وما اخترش وربنا علمه لما واحد سأله وانت اعلم اهل الارض قال له اه ربنا عدبه وقال له رح شوف للخضر اهو عد وربنا اتهم العلم يعلم اكتر منك فاروح تعلم منه اهمية طلب العلم طلب العلم بتعرفنا عن ربنا طلب العلم بتخليك قريبا ربنا طلب العلم بتخليكش تستجيب للفتنة زي ما بنتعلم دلوقتي على صورة الكاف لما تيجي تقرأ انت مش هتندم بعد كده انت ذات نفسك الكلمات ده هتبقى موجودة ده الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بها اه تالت حاجة الصبر بقى على طلب العلم الصبر يعني شوفي الواحد بس يطلب بس طلب العلم الصبر عليها اه صورة الكاف فيها من الرحمات وفيها كلمة رحمة جاب فيها زي ما قلتلكم سبع مرات وإحنا مطالبين نقرأ صورة الكاف كل ايه كل سبع تيام يعني كل اسبوع فجيلك رحمة من السبعة للسبع تيام والله الواحد يعني جاب دماغه كده يعني معرف لهاش دليل بس يعني كذفة في القلب كده ده الله سبحانه وتعالى يرزقنا الرحمة وإياكم طيب قوارب النجا بقى في موضوع سلطان العلم بتاع ذي القرنين آه ذي القرنين قال إيه نسى بالفضل لله قل بفضل لله برحمة ربنا نسى بالفضل لرحمة ربنا أنا عمري ما الكلام ده جيله من نفسي ده برحمة ربنا تاني حاجة تذكر الآخرة وإن هو دايما يذكر الأمر للآخرة آه كلمة الكاف أصلا زكرت في صورة الكاف كم مرة ست مرات الزينة آه إنا جعلنا مع الأرض زينة لها شفتوا زينة لها مش زينة لنا وإحنا عملين مش الله علينا عملين نذكر في الدنيا ونعمل في الدنيا هي مش بتاعتنا أصلا هي مش بتاعتنا هي مش دار قرار أصلا آه الفتن الأساسية اللي بتتعرض لها في صورة الكاف وقوارب النجاة اللي أنا قلتلكوا عليها لكل فتنة نخلي بدنا منها فضل الصورة بقا زي ما قلتلكو نور من الجمعة للجمعة نور نور من هنا لحد مكة تعصم من الفتنة المسيح الدجال البيت الذي لا تقرأ فيه صورة الكاف لا يدخله شيطان يعني أنت لما هتقرأ كمان صورة البقرة كل الكلام ده أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا صورة الكاف وأنوار صورة الكاف وأن يجعل ربنا لنا كهف في الدنيا نقوي إليه وأن ربنا يرزقنا النجاة من فتنة الدين وفتنة الدنيا الزينة الدنيا ومن فتنة العلم وسلطان العلم ومن فتنة القوة والسلطة وهكذا أمور يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب أنت تقرأوا النهاردة صورة الكاف تتذكروا المعاني اللي أنا قلتلكوا عليها ديت اللي أنا قلتلك